السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهور النادي الاهلي اهل ومسهلا بكم في كل مكان وجمعا باركة عليكم جميعا الفيديو ده موجه لكل جماهير النادي الاهلي عشان كده لو انت مش اهلاوي ما تتعبش نفسك عشان ما تزعلش مننا في نهاية الفيديو لكن لو اهلاوي ما تنساش دايما زي ما تعودنا معاك اشترك في القناة فعل جرس التنبيهات وعمل لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا مازالت الحرب القزرة من الكلاب المصعورة المأجورة على النادي الاهلي لضرب استقرار النادي الاهلي وهد النادي الاهلي واسقاط محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مازالت مستمرة مازالت الملايين بتنفق يمينا ويسارا هنا وهناك من اجل تحقيق الهدف المنشود من قبل المستثمر ومن قبل مجموعة مستثمرين عرب لاسقاط النادي الاهلي وشراء النادي الاهلي نهاردة اسلام الكاذب اسلام الكاذب اللي طلع قبل كده وطبعا هو زمالكاوي ومعروف طلع قبل كده واتكلم على ان صالح جمعة عادلت تدريبات مرة اخرى على غير رغبة ريني فيلر صالح جمعة وقع لنادي الزمالك صالح جمعة عمل مشاكل مع سيد عبد الحفيز صالح جمعة ضرب ريني فيلر وعلى طول على هذا المنوال اسلام الكاذب اسلام الكاذب فيه كاذبته الجديدة وفتواه الجديدة افتى بان النادي الاهلي تراجع عن اتمام الصفقة الوحيدة اللي عملها النادي الاهلي وهي طاهر محمد طاهر حتى الصفقة الوحيدة اللي الاهلي خلصها العلم الرخيصة المطبلطية الكلاب المسعورة والكلاب المأجورة طلعين يتكلموا منهم اسلام الكاذب ان الاهلي خلاص افسد الصفقة او تراجع عن الصفقة وده ليه جماعة لان الاهلي اكتشف فجأة ان اللاعب عنده اصابة مزمنة. على الرغم ان النادي الاهلي عمل كل الكشفات الطبية اللازمة للاطمئنانة على صحة اللاعب وعلى حالته وهل في اصابة مزمنة لدى اللاعب او لا الكشفات الطبية بتاعت اللاعب في نادي المقولي العرب من ساعة ما هو في النشيئين لحد دلوقتي الاصابات بتاعته كل حاجة وكل الاوراق الطبية الخاصة بيه اللاعب تم عرضها على النادي الاهلي وتأكد الاهلي ان مفيش اي مشاكل لا طبية ولا صحية ولا اي اصابات مزمنة وان اللاعب ما اصيبش بس غير مع منتخب مصر الاولمبي في الاستعدادات لامم افريقيا تحت تلاتة وعشرين سنة وصيب بمزء في العضلة الخلفية وكان عنده اصابة قبل كده في الغضروف. يعني الحمد لله لا اللاعب عنده رباط صليبي. ولا عنده اصابات مزمنة زي بعض اللاعب ولا اي حاجة خالص. ولكن لان اسلام الكاذب تعود دائما على الكاذب. على الادعاءات الفجرة ضد النادي الاهلي ولكن احنا دائما بنبقى بالمرصاد لاي كلب تسول لي نفسه انه يهاجم النادي الاهلي. طيب تعال نخش في نقطة تانية وهي كابتن اكرامي الشحات. كابتن اكرامي الشحات الكل يعلم والكل يدرك الكبير والصغير القاسي والداني ان اكرامي الشحات كان لي يد في انتقال رمضان صبحي او رفض رمضان صبحي للاستمرار مع النادي الاهلي طالع النهاردة كابتن اكرامي يبرر موقفه ويبرق نفسه انه لم يكن يعلم باي شيء. اكرامي الشحات عبر مدخلة مع كابتن احمد شوبير طالع يبرق نفسه. انا ما عملتش حاجة ومعرفش حاجة. ابويا قال لي انت ما تعرفش حاجة ومعرفش حاجة. لا عارف شريف اكرامي مرضيش يمشي من الاهلي وخد قراره بالرحيل من الاهلي ليه? انه ما يجددش مع الاهلي. ولا يعرف النادي اللي رايحه شريف اكرامي. ولا يعرف رمضان صبحي كان بيعمليه في الساحل مع شريف اكرامي. ولا يعرف بموضوع برامدز الا من الاعلام زي وزينا. زي وزينا. على الرغم انه طلع قبل كده في دي ام سي. من تلات اربعة ايام تقريبا. قال. لو انا شغال في مكان وباخد عشرة الاف وجالي مكان تاني هاخد عشرين الف هروح لابو عشرين الف. هروح لابو عشرين الف. فالنهار ده كابتن اكرامي طالع ينكر انه على علم باي حاجة بخصوص رمضان صبحي. وانه تفاجأ زينا زيه بموضوع رمضان صبحي. يا ترى يا هل ترى. هتسدى الكلام ده طبعا انا واحد من الناس ما بشوفش او ما بسدهش اللي انا شايفه. اللي انا شايفه ان كابتن اكرامي كان سبب من الاسباب عن رحيل اللاعب. كابتن اكرامي بيتم التفاوض معه حاليا ليكون رئيسا لقطاع النشئين في نادي برامدز بمبلغ محترم وراتب محترم من آآ نادي برامدز في الراجل ما قام من نفسه ومستف كل حاجة بس هي تحليط الصورة امام الرأي آآ العام الاهلي. طيب لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك في دربي الكرة المصرية مش هننفعش نقول مباراة القمة مع احترام الكامل. مباراة القمة لا يقال عليها القمة الا اذا كانت ما بين اول وتاني. كتلتين قريبين من بعض. انما اول ورابع اول وخامس متعودين بقالنا اكتر من عشر سنين. ان مباراة الاهلي والزمالك دائما دائما ما تكون بين الاول والتالت الاول والرابع في اوقات كان بتبقى الاول والخامس فمباراة يوم السابق بين الاول والرابع حرام نتقال عليها مباراة قمة. ما ننصبش على بعض ولا نضحك على بعض. هي مباراة ديربي. ديربي بين كبيري الكرة المصرية في القيمة والقامة. ولكن لا استحالة يتقال عليها مباراة قمة الأهل والمقولين أقول عليها مباراة قمة لأن الأهل الأول والمقولين الثاني برامز الثالث الزمالك الرابع فما ينفعش أقول الأهل والزمالك قمة طيب يا طرى يا هلطرى إيه في دماغ عمنا فيلر ومخبلنا إيه لمباراة يوم السبت ريني فيلر فيه 3 تشكيلات لا رابع لها في مباراة السبت بإذن الله عندنا غيابات عندنا غيابات كثيرة جدا هتأثر على شكل النادي الأهلي وأداء النادي الأهلي وكان الله في عون ريني فيلر بسبب المشكلة في الأجنحة مشكلة الأهل في مباراة الزمالك هي مشكلة أجنحة لا أكتر ولا أهل عندك دفعاتك اللي تقدر تشيلك عند خط وسطك ما شاء الله حدث ولا حرج مشكلتنا في الأجنحة يمين وشمال وخصوصا مع عملية حسين الشحات مع رحيل رمضان صبحي مع إصابة أحمد الشيخ مع يا هل ترى جيرالدو هيلحق بكرة يوم السابق ولا لأ كل ديت إصابات بتعطل الفكر بتاع ريني فيلر لو كان الناس دي موجودة مع إيقاف كهرباء لو الناس دي موجودة كان هيبقى عندك متاح رصيد متاح قدامك تختار فيه اللي انت عايزه ولكن الاسكواد على قد ريني فيلر يوم السابق طيب إيه اللي هيحصل النادي الأهلي في التشكيل بتاعه معروف بنلعب بمحمد الشناوي مفيش خلاف عليه رمي ربيعة ياسر إبراهيم رمي ربيعة وياسر إبراهيم لأن مشكلة ياسر إبراهيم وأيمن أشرف اللي اتنين بيلعبوا برجل شمالي فصعب جدا تلعب بياسر ابراهيم وايمن اشرف. لو ياسر ابراهيم يقدر يلعب باليمين هقولك ياسر وايمن اشرف الافضل. في الناحية الشمال العالي معلول. في الناحية اليمين احمد فتحي. والخبرات احمد فتحي. والرجولة اللي شفناها من احمد فتحي في المباراة الاخيرة. تؤاهله ان هو يلعب مباراة الزمالك. طبعا اتنين خط وسط دفاع. قليو ديانج وعمر السلية. قدامهم صانع العاب محمد مجدي افشك العادة. في الشمال هيكون آآ وليد سليمان. في الشمال ويكون موجود وليد سليمان. في اليمين جيرالدو داكوستا في حال استعادة جيرالدو لمستوى. وفي الهجوم رأس حربة هيكون جونيور اجيه. اللي بيقدر يقف على الكرة. يستلم الكرة كويس. يقدر يسيطر على الكرة. بيقدر يجري الاجميحة بتاعتك او الباكات بتاعتك ويفتح مساحات في خط ادفاع نادي. الزمالك يعيب جونيور اجيه بس البط. انه بطيء. بتحس انه هو شايل في رجليه هموم الدنيا. ولكن كامكانات هيفرق مع النادي الاعلي في الطريقة دي. ده الطريقة الاولى. ان انت عندك جيرالدو داكوستا هيفتح في ناحية الشمال. وجونيور اجيه مهاجم وحيد. عندنا وليد سليمان هيكون موجود برضو. بس لو وليد سليمان هيكون موجود هيبقى ناحية اليمين. والجيرالدو هيبقى ناحية الشمال في الجهة بتاعة علي معلول. طيب. ده بالنسبة لي الطريقة الاولى زي ما قلنا لحضرك. الطريقة التانية هي نفس الاسلوب. اربعة اتنين تلاتة واحد. ولكن تختلف الاسماء. هتختلف الاسماء. ريني فايلر قد يفاجئ الجميع. ان علي معلول بدل ما يبقى باكليفت هيبقى وينجليفت. هيطلع قدام ويلعب بمحمود وحيد او بايمن اشرف. احنا اتفقنا رامي ربيعة وياسر ابراهيم كاسر دباكات. في اليمين احمد فتحي. في الشمال هيبقى عندي علي معلول هيبقى مكانه ايمن اشرف او محمود وحيد. ويطلع قدامك اجناح علي معلول. طبعا عارفين امكانات علي معلول الهجومية. يبقى بدل ما ارهقه فيه الوجبات الدفاعية وده مباراة صعبة قدام الزمالك. يبقى برمي علي معلول على حازم امام او على محمد عبدالغني في نادي الزمالك. وباستغل الامكانات الهجومية اه لي علي معلول. في نص الملعب هيبقى اليو ديانج وحمد فتحي قدامهم محمد مجدي افشا. على اليمين جيرالدو داكوستا. وفي الهجوم جونيور اجايد. دي التشكيلة التانية بالنسبة لي النادي الاعلي. ودي اللي تمناها اشوفها في مباراة يوم السبب. طيب بالنسبة لنادي الزمالك. نادي الزمالك معروف طريقة لعبه. والتشكيلة ثابتة في حراسة المرمى محمد ابو جبل. اربعة في الدفاع محمد عبدالشافي. ومحمود علاء محمود حمد الوينش. وحازم امام. في حال عدم سلامة حازم امام. بس بنسبة كبيرة هو جاهز للمباراة. هيكون محمد عبدالغاني. وده هتبقى نقطة ضعف. حتى لو حازم امام سليم. هيبقى نقطة ضعف بالنسبة له انه ملعبش مباراة باله فترة. راجع من اصابة. محمد عبدالغاني برضو مش هيتقدم. لو محمد عبدالغاني موجود مش هيتقدم طول المباراة. في نص الملعب عند نادي الزمالك قدامهم يوسف اوباما كصانع لعب. على الشمال هيكون اشرف بن شرقي. الجناح اليمين اللي عند نادي الزمالك هو ده اللي فيه الاختلاف عند باتريس كارتيرو. اما انه يلعب بالاقرب وهو احمد سيد زيزو. يستغله قوته البدنية. اللي التحامات بتاعته. المهارة التصويبات بتاعته القوية. فيبدأ ابا احمد سيد زيزو في اليمين. وبن شرقي في الشمال. ورأس حربة وحيد وهو مصطفى محمد. دي تشكيلة نادي الزمالك. عارفين كلنا باتريس كارتيرون. واحد من هوات تقفيل اللعب. في المباريات التقيلة قدام الفرق الكبيرة. اللي زي الاعلي في المباريات النهائيات. بيحاول دايما انه ما يكونش هو الفعل. بيبقى دايما بيحاول يكون رد الفعل. وفي كرة عرضية. ضربة روكنية. تصويبها من بعيد. اقدر اخطف جنب في كرة مرتدة. هو ده طريقة لعب باتريس كارتيرون. وعمره ما هيغيرها. سواء كان بيدرب. فرقة كبيرة. زي قبل كده شفناها مع النادي الاهلي. ففريقيا كان بيعمل ايه? بيركن ورا ولعب على كرة طويلة. للمهاجم بتاعك. وليد ازاره على السرعات بتاعته وجري. او الكرات العرضية في وجود سليمان كلبالي. اللي هو السليف كلبالي. المدافع الطويل العملاق المالي اللي كان مع النادي الاهلي. برضو كان بيعتمد عليه. مع نادي الزمالك نفس الامر. قفل لي ورا. مش عايزين نغامر. احنا كده كده. الدور مش مش للزمالك اساسا. بس اهم حاجة اللي يصلح حالكو. واخد بالك وربنا يكرمكو. ما نخسرش من الاهلي عشان ما يبقاش عملية نفسية لنادي الزمالك في بطولة افراق. يوسف اوباما. هل يطرع عودته من الاصابة مستوى استرد مستوى الفني ولا لا? هنشوف المباراة. مصطفى محمد هيكون عنده غل قروي عشان يحرز هدف. بقاله تمن مطشاط. ما بيجيبش جوان مع نادي الزمالك. الخوف كله. الخوف كله من ده. ده مين اللي هو اشرف بن شرقي? اشرف بن شرقي. اللي هيبقى موجود على جبهة احمد آآ فتحي في النادي الاهلي ومعه جيرالدو داكوستا. ده بالنسبة لي نادي الزمالك. في خصوص النادي الاهلي ففي حاجة بس عايزين نقولها في النهاية قبل ما نقفل في خطة النادي الاهلي. عندنا اتنين مدفعين. اللي هم عاليو ديانج والسولية. في وجود عاليو ديانج السولية هو اللي بيتقدم في الهجمات مع النادي الاهلي ويبقى في ظهر محمد مجد افشا. وطبعا في الهجوم طبعا السلاسي اللي بيهاجم في ظهرهم محمد مجد افشا وعمر السلية هيستغله الاهل فيه التصويبات من مسافات بعيدة طيب بالنسبة لي في حالة اللعب باتريس كارتيرون هيعتمد على تقدم علي معلول ان علي معلول بيتقدم كتير هيعتمد على ان هو يلعب على احمد فتحي ففي حالة احمد فتحي هيبقى عمر السلية بيسند مع احمد فتحي عمر السلية هيسند مع احمد فتحي في حالة علي معلول هنلاقي ان اليو ديانج بيميل عشان يغطي معه علي معلول لان جيرالدو اكوستا ما بيقدرش يقوم بالواجبات الدفاعية كما يجب دي اعتقد اعتقد زي ما شفت المتشاط قبل كده ورؤية الفنية الا علاقات دي اتمنى نكون قدمت حاجة مفيدة لجماهير النادي الاهلي خلصت اخبرنا خلصت حكاتنا استنى كل ارقكم وتعلاقاتكم في طريقة لعب النادي الاهلي وقلولي من وجهة نظركم ايه الطريقة المسلى للنادي الاهلي شكرا ليكم سلام عليكم